كلّو سعيد كشف فواتير المياه اللي رسلت لياها أنتم Problems الفواتير الفعلية التي عصلت الثالثة ؟ المسددة حياك الله براكهان شرفتنا ونورتنا الله يسلمك أخي عمار وأنا حقيقة سعيد أني ألتقي معك اليوم في برنامجك الجميل الله يحفظك الله يحقيك براكهان أنت علاقتك بالماء يعني تبدأ من الطفولة إلى اليوم وفي تشابه أنت كنت اليوم أنت تقود شركة نقل وتوزيع المياه اللي حنسمع عن حوكبتها وهيكلتها وتحولها في الفترة الماضية وأيضا في الطفولة كنت تنقل المياه لكن على ظهور الحمير لمسافات طويلة ولمدة زمنية مهم قصيرة صح فحدثنا عن علاقتك بنقل الماء طبعا تعرف أنت الجيلنا القديم تزرع فيها المسؤولية والمهام من هو صغير وأنا بحكم أننا وحيد الوالد والوالدة يعني من الذكور يعني كلفت بمهمة سقايتهم في البيت فطبعا السقاية كانت أكثر من نوع يعني في ناس بالجراكيل البلاستيك وفي ناس بالجراكيل الفخارية في أضا كل وقت كان بعضهم عندهم سيارات البيكب هذه في ذلك الوقت نحن ما كان عندنا حقيقة لا بيكب ولا عندنا بلاستيك ما عندنا إلا كرمك الله حمار وعندنا أيضا لوية الجرار الفخارية فكانت استيكد الصباح مبكر يعني تتكلم أنت على الساعة الخامسة والنصف السادسة لازم تطلع من البيت تصير مسافة 2 كيلو 3 كيلو وتصل هناك وتلاقي زحمة على البير وتنتظر دورك وخاصة لما تكون أنت في وانا بدأت هالمهمة وانا عمري خمس سنوات تجد ناس قدامك كبار فهموا معانا لين ما يحن عليك واحد منهم يقول تعال يا ابني ويدخلك تعبي الجرار ثم تعود مرة أخرى طبعا رحلة الذهاب ورحلة العودة هي أصعب من تعبئة الجر نفسها بالماء لأنك كنت رايح يجب أنك أنت تختار مسارات ما فيها أطفال أشقية أو ناس أشقية يعني لأن بعضهم ممكن يستبدل جراتك بجراتك ويخليك تروح يختصر على نفسه يختصر على نفسه وكذلك العودة في نفس الوقت يعني فلازم أنك تكون حريص أنك تتخذ المسار المناسب لك أساس تروح سليم وتعود وتعود سليم والأهم مو بأنت الأهم الجرة أهم الجرة لأنها هي أصلا الجرة هذه أنك توصلها وتعبيها وترجعها هي أمام والديك هذه تعبر عن رجولتك أصلا نعم يعني لو جيتهم هي مكسورة فلا تتوقع أنهم حيقولون لك ليش انكسرت لا راح يعني تاخذ بالعصى عليها فكانت مهمة حقيقة يعني بداياتها تخيل أنك انت من يوم تصحى الصباح وانت شايل هم أروح أعبي من البنير وأرجع ومشى الطريقة الأفضل وإذا قابلت بعض الأطفال اللي في سنك تسألهم مين في الطريقة الفلانية مين في الطريقة لأنه صار عندنا قائمة بالناس المشاكسين والمزعجين ففيها معاناة صراحة ففيها معاناة إنك ولذلك هذا اللي خلاني اليوم أنا أني أنا أحس في معاناة الناس لأنه فعلا لما تسأل الواحد ما عاش معاناة المياه هو صغير قد لا يتخيلها لكن أنا اليوم أتخيلها بشكل أفضل لأننا عانيتها ونصير وبعد رحلة طويلة في شركات القطع الخاص ومؤسة التحلية استقر بك العمل اليوم براكان في الشركة الوطنية للمياه أو شركة المياه الوطنية من 2017 حتى اليوم وهذه محور حديثنا اليوم ويمكن براكان أنت مستعد تماما لنوعية الأسئلة والشكوى اللي عند الناس والتحديات اللي موجودة عند الناس وأنا اللي شجعني أن يجري هالإقام أني شفتك تقول جملة نحن ندير صخط الناس ولسنا ندير رضا الناس وهذا اعتراف شجاع من مسؤول يدرك أنه فيه يعني حالة اعتراض عند الناس وهو بشجاعك قاعد يتصدى لها فهذا يشجعني أني أطرح بشافية كل ما لدي أذهان ما في أذهان الناس من استفسارات أو شكوى أو ملاحظات وكذلك من زملائك في الشركة جتنا مجموعة أسئلة كل هذه حنستعرضها إن شاء الله في ثلاثة الحلقة بس ودي أبدأ أول شيء حتى نعطيك الفرصة أنك تصل في المشهد أباك تحدثني عن ما هي شركة المياه كحوكمة لأنه في مديرية مياه في شركة مياه من يملككم هل أنتم جزء من نجاحة البيئة ولا أنتم مستقلين هل أنتم ربحيين ولا غير ربحيين وش حلقتكم تحية المياه أبغى أفهم هذا المشهد وبعدها أبغى كتنقلني لعام 2017 وتحدثني عن أبرز التحديات في القطاع في تلك اللحظة ومن هناك ننطلق بحلقتنا أخي عمر أنا شاكر حقيقة لأنه أنت تقول اليوم تريد تعرف شيء عن شركة المياه طبعا خلينا أول شيء قبل ما أدخل في شركة المياه لعلنا نشرح بشكل مبسط المنظومة كاملة هذا مهم جدا المياه هي ليست شركة المياه الوطنية شركة المياه الوطنية هي جزء من هذه المنظومة لكن نبدأ أول شيء بمصادر المياه مصادر المصدر هل المصدر مياه محلاة هل المصدر مياه سطحية مياه سدود هل المصدر هو مياه جوفية ثم يأتي الإنتاج ثم النقل ثم التوزيع هنا يبدأ دور شركة المياه الوطنية اللي هو بداية التوزيع ثم المعالجة الصحية ثم اللي هو إصدار الفواتير وكذلك أيضا متابعة مستحقات هذه الفواتير طبعا قبل ما أدخل وش شركة المياه خلينا نعطيك رجعك يعني زي ما يقولون تاريخيا لخدمات المياه اللي اليوم شركة المياه مسؤولة عنها خدمات المياه في الماضي كانت موزعة ما بين أكثر من جهة حكومية كان جزء منها يدار من قبل مصالح المياه اللي تسمى مديريات وهذه هي المدن الكبيرة وجزء المدن الصغيرة هذه تدار من قبل البلديات والمراكز والهجر تدار من قبل الزراع فلك أن تتخيل كيف المشهد معقد وكيف سيكون هناك أصلا توحيد لمثلها الجهود وهل العمل اللي يقوم فيه أكثر من جهة أخرى لما أنشأت وزارة المياه والكهرباء تنبهت لهذا العمر الوضع كان غير مقبول فكان أول قرار حملة وزارة المياه والكهرباء إنها ضمت جميع ما يتعلق بالمياه تحت مضلتها وأصبح عندك تحت مضلة وزارة الكهرباء كل المياه ما عد صار يدار إلا من قبل وزارة المياه والكهرباء طبعا وزارة الكهرباء أيضا ودها ترتقي بخدمات المياه والمعالج الصحي وكذلك أيضا تحقيق الإسدامة المالية فقامت بإنشاء شركة المياه الوطنية في عام 2008 شركة المياه الوطنية هي شركة مملوكة للدولة ومثلة في صندوق الاستثمارات العامة وكان أول هدف استراتيجي لشركة المياه الوطنية إنها تدمج جميع مناطق المملكة تحت مضلتها طبعا على أساس يتم هذا الدمج لجميع مناطق المملكة كانت الشركة تحتاج إلى تمكين والتمكين سواء كان على المستوى الاستراتيجي أو على المستوى التنظيمي أو حتى على المستوى المالي استطاعت الشركة خلال من 2008 إلى 2016 إنها تدمج فقط أربع مدن رئيسية إلا وهي مدينة الرياض ومدينة جدة ومدينة مكة ومدينة طايفة قد يسأل واحد يقول ليش وقفت ليش الأربع مدن هذه أول سؤال ليش الأربع مدن هذه الرياض بحكم الكثافة السكانية وبحكم أيضا إنها العاصمة المدينة جدة ومدينة مكة والطايف أيضا بحكم كثافة سكانية وكذلك أيضا علاقتها بالحج والعمرة طبعا الشركة خلال من 2008 إلى 2016 يعني خلال الفترة هذه واجهت تحديات معينة لم تمكنها من استكمال من استكمال الدمج في تلك المرحلة طبعا لما ولدت رؤية 2030 وهذا هو المحور المهم ولدت رؤية 2030 كلنا يعرف أن رؤية 2030 هي أصلا تصحيح لكثير من القطاعات فكان لقطاع المياه بشكل عام دور أو نصيب من هالتصحيح فأنشئت وزارة البيئة والمياه والزراعة في أبريل 2016 كان أول عمل قامت فيه الوزارة وزارة البيئة والمياه والزراعة هو دراسة الوضع الراهن للمياه وربطه مع الزراعة وكذلك ربطه مع البيئة بحيث أنك تخرج بإطار استراتيجي يراعي جميع المتطلبات سواء الأمن المائي أو الأمن الزراعي أو حماية البيئة فاعتمدت الاستراتيجية الوطنية من قبل المقام السامي في 2017 وحددت خمسة أهدف الهدف الأول كان هو الأمن الإمداد الهدف الثاني كان هو التميز والجودة في خدمة العملاء والهدف الثالث كان هو حماية البيئة والهدف الرابع هو الاستدامة الاقتصادية والهدف الخامس كان هو إدارة التكاليف طبعا على أساس الهداف هذه تتحقق أخي عمر كان أيضا مهم جدا أن يكون هناك مقومات للإستراتيجية فكان الأول مقوم استراتيجي كان هو كيف ندير الطلب حنا على مدى الاربعين سنة الماضية كان تركيزنا فقط على العرض حنا جالسين نجري ورى النمو لكن ما أدرنا الطلب بالشكل الفعل فكان هذا مقوم استراتيجي يجب أن ندير للطلب وما هي الأمور اللي نحتاجها عساس ندير للطلب بشكل جيد أيضا جاء المقوم الاستراتيجي الآخر اللي هو إدارة المصادر ما هو أفضل مزيج بالنسبة للإنتاج على أساس تصل التوزيع هل ننتج مياه محلاه أو مع ميات جوفية أو مياه محلاه وجوفية ثم تخلط وكذلك على أيضا ما هي المصادر المتاحة في تلك المنطقة نفسها لأنه في مناطق لا يتتوفر فيها مصادر جوفية ولا تتوفر فيها سدود فتعتمد بشكل أكبر على المياه المحلة ثم جاء أيضا إدارة سلسلة الإمداد هذا كان من المقومات الاستراتيجية لو إدارة سلسلة الإمداد النقل التخزين كيف يعني نستخدم الطاقة فهذه كانت مقومات استراتيجية الآن أحساس تنفذ هذه الاستراتيجيات وتواكب هذه المقومات الاستراتيجية لا بد أن يكون هناك ممكنات استراتيجية وكان أول ممكن إلا هو الإطار المؤسسي الإطار المؤسسي لقطاع المياه بالكامل يحتاج هيكله كيف يتم مشاركة القطاع الخاص فيه أيضا الإطار التنظيمي تحتاج من ينظم هذا القطاع يعني على مدى سنين طويلة جدا لم يكن هناك منظم لقطاع المياه بشكل فعال وبشكل جيد أيضا بناء القدرات هيكل تنظيمي تقنيات موارد بشرية مراكز بحث وتطوير كان هذا أيضا من أهم الموكلات الاستراتيجية أيضا كان متطلبات مالية النموذج الأمثل للتمويل العمل على أسس تجارية فكل هذا أيضا وضعت الاستراتيجية ممكن أنه يجب أن يراقب هذا الأداء ونتابع المسير الخاص فينا وعلى ضوءها إذا نحتاج نسوي أي ضبط لهالبوصلة نحتاج أيضا نغيرها فبشكل عام شركة المياه اليوم هي جزء من منظومة المياه مملوكة بالكامل للدولة ومثلها في صندوق الاستثوارات العامة مهمتها الأساسية تقديم خدمات المياه والمعالجة الصحية وأن تعمل على أسس تجاريج عظيم هذا تعريف جيد واستعراض ممتاز للرحلة اللي فاتت بالنسبة لمنظومة المياه لكن أبغى تدخلين عام 2017 وقبل ما ندخل في ماذا حققتهم ونتحدث عن تحديات الناس ومشاكلهم أبغى أفهم مش كانت تحديات القطاع كنقاط رئيسية اللي بنيت عليها أهل استراتيجية الاستراتيجية في النهاية هي عبارة عن معالجة التحديات واغتنام الفرص فما هي التحديات اللي كانت أمامك لما استلمت شركة المياه الوطنية في عام 2017 تحديات في القطاع وتحديات في الشركة نفسها طبعا من مزايا الاستراتيجية الوطنية للمياه إنها نظرت إلى قطاع المياه بشكل شمولي ومتكامل نظرت ما الذي يدور في قطاع الانتاج ما الذي يدور في قطاع المصادر ما الذي يدور في قطاع التوزيع وشي اللي حاصل فيه معالجة وشي اللي حاصل فيه عادة الاستخدام للمياه المعالجة هذه فكان أول تحدي أول تحدي كان في شركة المياه الوطنية أو في خدمات المياه الإطار المؤسسي 42% من خدمات المياه تدار من قبل شركات المياه الوطنية اللي والأربع المدن بينما 58% بقية مناطق المملكة تدار من قبل وزارة البيئة والمياه والزراع فتخيل فما في مرجعية واحدة فتخيل أنه فيه اثنين يديرون سفينة واحدة فهذا التحدي الأول فكان هذا أول تحدي التحدي الثاني أنه عندك أنت أكثر من 765 مشروع بقيمة 45 مليار 73% منها متأثر أوف 73% 73% من متأثر فهذا أيضاً كان جزء من التحديات أنه عندك مشاريع التوسع في التغطية والإمداد والمعالجة بحدود 760 مشروع بقيمة 45 مليار متأثر كان عندك أيضاً البنية التحتية الخاصة بالعدادات عندك أنت اليوم على مستوى المملكة 2 مليون عميل 2 مليون عداد كلها عدادات ميكانيكية عندك أيضاً نظام الفوترة لانتجال استخدمها للناس عندك 7 أنظمة فوترة على مستوى المملكة يعني نظام فوترة في الشمال نظام فوترة في المنطقة الغربية بل بعض المناطق ما كان فيها أصلاً نظام فوترة إضافة إلى ذلك أنه عندك أنت 15 مركز اتصال يعني اللي في الشرقية يتصل على رقم مختلف واللي يتصل من الغربية على رقم مختلف واللي يتصل من الجنوبية على رقم مختلف وجودة الردود إجراءات الردود قضلية الدعم مختلفة تماماً عندك أكثر من 21 منصة تواصل اجتماعي مع عملائك فكان هذه أيضاً تحدي من التحديات الكبيرة جداً أيضاً كان عندنا كمية الإمداد الإمداد اللي يوزع في الشبكة يومياً كان في حدوث 8.700.000 متر مكعب وساعات ضخ عشر ساعات ونص يعني في أحياء موجودة لا يصلها الماء إلا 15 و20 يوم بعضها على عشرة أيام بعضها ما يصل على ثلاثين وعن طريق الصهاريج يعوض النقص اللي عندها في البيت إضافة أنه عندك المعالجة الصحية في حدود 4.100.000 متر مكعب ناهيك عن ذلك أنه كان هناك أيضاً ثقافة في القطاع البيروقراطية في الإجراءات العناية بالتكلفة ما كانت موجودة بشكل جيد التركيز على العميل ما كان بشكل جيد أيضاً كان التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ما كانت يعني فعالة بشكل جيد هذه تقريباً كان بشكل أو بآخر ملخص بسيط لأبرز التحديات اللي كانت موجودة عندنا في القطاع رظيم من هالتحديات بننطلق ونسألكم واش حققته في كل تحدي من هالتحديات ويمكن خليني أبدأ بأهم وأكبر تحدي اللي هو موضوع فواتير المياه طيب أنا أنا بأرجع لسؤالك أخوي عمر على موضوع فواتير المياه وبالعكس أنا سعيد أني أنا أتحدث عنها اليوم بشكل يعني أسهب فيه مثل ما تحب هذا أكثر سؤال جانب لكن أنا يعني يجب علينا أن لا نختزل جهد قطاع المياه في فتورة يجب علينا أن ننظر ما الذي حققوا قطاع المياه في المنظومة بأكملها وفي شركة المياه بحكم أنها هي جزء من المنظومة في شريحة بركان قطعا يهمها تفهم منظومة وفي شريحة أخرى تقول والله لا تسوي وسنجاوب وسنجاوب على الجميع ممتاز وتأكد النيسا أنا ما جيت إلا لأجاوب على كل أسئلتك ما تكثر إن شاء الله لكن كان أول إنجاز أنا أعتبر حققته وزارة البيئة والمياه والزراع من خلال استراتيجيه إنه وحدت قيادة خدمات المياه في المملكة وأصبحت تحت قيادة واحدة وتمت موافقة المقام السامي الكريم في 2017 أن تكون شركة المياه الوطنية هي المشرفة على خدمات المياه والمعالجة الصحية في جميع مناطق المملكة هذا متى؟ هذا في 2017 كان هذا أول إنجاز مؤسسي إنك إنت الآن وحدت القيادة تضمن السياسات واحدة الإجراءات واحدة التوجيهات واحدة تعظم أصلاً الاستفادة من مواردك البشرية ومواردك المالية وبعطيك مثال بسيط هذا نفس مشاريع واللي تدار من قبل شركة المياه الوطنية تدار بمشاريع نفس القضية كان هناك خدمات عملة وهنا خدمات عملة هناك فلما لما صار وحد القطاع استطعنا أن نعظم الاستفادة من مواردنا البشرية ومواردنا المالية على حسب الأولويات اللي يتطلبها القطاع ولا ننظر فقط لمدينة عن مدينة بأخرى نشوف الاحتياج الأولوية ثم نقرر عليها فكان هذا بالنسبة لأول أول أول منجز المنجز الآخر تخيل أخي عمار أنت عندك ثنين مليون عداد ميكانيك أعمارها تجاوز الخمسة عشر سنة العشرين سنة العداد هذا هو مصدر الثقة في علاقتك مع العميل هذا هو أهم شيء اللي اهتزت كثيرا في الفيسة الطعام بالضبط وهو الوسيلة الوحيدة اللي أنت تستطيع أن تتواصل فيها مع العميل لأن كل بياناته موجودة فيها العدد إضافة إلى ذلك أنه علشان تتحول رقميا إلكترونيا لابد أن يكون عدادك هذا عداد رقمي عداد ذكي فلذلك قررنا أن نستبدل جميع العدادات الميكانيكية في ذلك الوقت في 2017 بعدادات ذكية جدا بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم أحدث أنا عندي اليوم 2 مليون عداد ذكي بدل 2 مليون عداد ميكانيكي تعمل بقراءات عن بعد دون تدخل بشري مرتبطة بنظام فوترة موحد بدل ما كان عندي سبعة أنظمة فوترة أنا اليوم عندي نظام فوترة واحد فأصبح عندي كونية رقمية عدادات ذكية نظام فوترة موحد يتناغمون مع بعضهم البعض بقراءات عن بعد 2 مليون كم تمثل من إجمال العدادات جميع إحنا وضعنا مختلف شوي عن شركة الكهرب شركة الكهرب 10 مليون شركة الكهرب كل شقة عليها عداد إحنا في المياه 20 شقة على عداد واحد ولكن يعني الآن فيه يعني عمل يتم الآن مع الزملاء في البلديات بحيث أنه البناء الجديد يكون وحدات منفصلة وكل وحدة عليها بس 2 مليون هذي كم تمثل من إجمال العدادات اللي عندكم 2 مليون كاملة 100% فأنتم اليوم 100% إحنا اليوم وصلنا 100% طبعا حتى أكون شفاف معك هناك عمل عداداتهم ميكانيكية بس ما نعرفهم ولذلك أطلقنا أو يعني طلعنا مبادرة قبل فترة قلنا يا جماعة الخير اللي عندها عداد ميكانيكي رجاء يبادر ويبلغنا عساس نستبدلها بعداد ذكي إحنا نتوقع يعني نتوقع أنه ما زال هناك بعض العدادات الميكانيكية اللي أصلا إحنا ما وصلنا لها ولكن نتمنى من العملاء إنهم يبادرون يبلغون على أساس أيضا نستطيع استبدالها أيضا 15 مركز اتصال هذه إحنا اليوم بعد عندنا 15 مركز عندنا مركز اتصال واحد رقم واحد اللي يتصل من الجنوب على نفس الرقم اللي من الشمال نفس الرقم اللي من الشرقية نفس الرقم الغربية أو الوسطى من نفس الرقم منصة التواصل مع عملاءنا عندنا منصة تويتر وحدة اللي هي الـ NWC Care يعني وشركة المياه الوطنية أي مواطن يستطيع إنه يقدم شكوى على سواء عن طريق مركز الاتصال سواء عن طريق الفرع الالكتروني سواء عن طريق منصة تويتر فوحدنا اللي هو التقنية وحدنا الأنظمة وحدنا الإجراءات وكذلك أصبحت تجربة العميل معنا هي تجربة واحدة بدل من تجارب مختلفة كما كانت عليها في الماضي جينا إلى الإمداد وش اللي سونا في الإمداد فهذا الإمداد حقيقة نحن نعتبر مصدر فخلنا صراح يعني نحن كنا 2017 كنا نتحدث عن 8.700.000 متر مكعب نضخها في الشبكة يوميا حنا اليوم أخي عمر نضخ 10.200.000 متر مكعب من 8 إلى 10 من 8 إلى 10 نحن اليوم نضخ 10.200.000 متر مكعب في المرحلة هذه وهذا نتيجتها أن المفترض الوايتات تقل والأشياء تقل أنا بجي كلان إحنا لما لما رفعنا كفاءة الإنتاج أدخلنا مصادر جديدة في الإنتاج رفعنا كفاءة الشبكة زادت عندنا الكميات من 8.700.000 إلى 10.200.000 من المقات طيب وش اللي تعني للناس لتعني للناس أول شيء ساعات الضخ زادت من 10 ساعات ونص إلى 19 ساعة ونص للأحياء المخدومة بالشبكة كان عندنا 491 شيب على مستوى المملكة أغلقنا 123 شاب شيب يعني 123 شيب أغلقناها أهمها شيب الفيصلية في جدة شيب الفيصلية هذا 150.000 متر مكعب يوميا كان تنقل في مدينة جدة عبر صهريج أوقفناها في عام 2019 كاملا وضخة 150.000 متر مكعب داخل الشبه طيب وش الفائدة بالنسبة للبلد من إيقافها صهريج 8000 صهريج كانت تتحرك في مدينة جدة يوميا تخيل الأضرار اللي تسببها للبنية التحتية للطرق تخيل التلوث اللي تسويه تخيل المحروقات اللي جالسة بتحرقها تخيل أيضا الإزعاج للناس فكان هذا أيضا بالنسبة لنا منجز أنه ضخينا فوق 2 مليون ونص إضافة للشبكة رفعنا ساعات الضخل الأحياء المخدومة من 10 ساعات ونص إلى 19 ساعة ونص أيضا على المعالجة الصحية معالجة الصحية نحن كنا 4 مليون ومئة ألف متر مكعب ارتفعنا من 4 مليون ومتر المكعب إلى 5 مليون ومكعب يوميا هذه المعالجة صحة وش معناها إن أدخلنا في حدود مليون متر مكعب خلال الأربع سنوات الماضية معالجة صحية طيب وأدخلنا المليون متر المكعب رفعنا جودة الميال المعالجة المعالجة الثلاثية ارتفعت جودتها من 63% إلى 75% طيب وش معناتها هذا؟ معناها أيضا كذلك حينما تكلمنا في المياه أننا أغلقنا أشياء صح في المعالجة الصحية من أصل 163 مرمى صرف صحي أغلقنا 88 مرمى صرف صحي يعني فكانت هذه أيضا الجزء من الإنجاز بدنا ما ترمى وش صارت السوابها؟ يعني كانت مرامي صرف في الطبيعة؟ في البحار؟ لا لا أنا ما أتكلم عن البحر مرامي أراضي بيضاء صممت وضعت من البداية أن يرمى فيها الصرف الصحي صرف خام أي زي بحيرة المسك؟ زي بحيرة المسك وشبيه لها في مناطق أخرى بس على حجم أصغر واليوم وين صارت تروح المياه دي؟ لما أنت توسعت في الشبكة وتوسعت في محطات المعالجة أصبح بدل ما الصهاريج هذه تروح لمرامي الصرف أصبح أنت يا أخي الكريم تعالج الصرف الصحي كرمك الله للناس عن طريق الشبكة وإذا تعالج وين يروح؟ طبعا يعتمد يا إما أنه يروح على البحر أو يروح على الأودية تمام الله؟ إضافة إلى ذلك أننا سوينا شغلة أخرى راجعنا حركة الصهاريج حق الصرف الصحي فوجدنا أيضا أنه بعض الصهاريج ليش تروح ترمي في هذا المرمى وفي محطة معالجة هنا؟ المفروض كل هذا الصهاريج تحول من المرمى اللي هناك وتروح إلى محطة الصرف الصحي كان أيضا أن أعتبره منجز لنا في شركة المياه الوطنية أنه حنا خلال أربع سنوات الماضية أنجزنا وأدخلنا في التشغيل 25 مليار ريال مشاريع مياه ما بين شبكات حطات معالجة محطات تنقية خزانات أيضا تشغيلية ونزلنا نسبة التعفر من 73% إلى 7% زدت مشاريع وقاللت نسبة التعفر نعم كيف هذا؟ طبعا أخي عمر لنجاح أي مشروع أو لعدم تعفر أي مشروع أنت أول شيء تحتاج نطاق عمل جيد للمشروع تحتاج تصاميم هندسية دقيقة تحتاج مقاول تنفيذ جيد تحتاج فريق عمل وكادر إدارة مشاريع جيد معك تحتاج أيضا إلى قدرات حوكمة للمشروع هذا بشكل جيد نحن لما حللنا المشاريع وجدنا بعض التحديات التحدي الأول كان عندنا كان هو تأهيل المقاولين في الماضي كان في تصنيف بس ما كان في تأهيل أنت عندك مليار ريال يعني ممكن تصنف أنك في الفئة أي ولذلك تنبه نظام المشتريات والمنافسات الحكومية الجديد اللي يطلق في ديسمبر السنة الماضية أنه لا يعتمد على التصنيف إطلاقا ويعتمد على التأهيل بدأنا في مراجعة تأهيل المقاولين جميع وبدأنا نراجع معهم المشاريع مشروع مشروع كثفنا الزيارات الميدانية بشكل دقيق فعنا الإجراءات سحب المشاريع اللي لا يتجاوب معنا ولذلك نتج أنه رفعنا كفاءة المقاولين وقدرات المقاولين كان أيضا من الإجراءات اللي سويناها أسسنا مكتب إدارة مشاريع استعنا باستشاري عالمي لمساعدتنا في حوكمة إجراءات المشاريع استقطبنا كفاءات لإدارة المشاريع من شركات كبيرة في المملكة مثل الأرامكو مثل سابك مثل معادن أيضا من شركات قطاع خاص كبيرة جدا أيضا هذه أيضا ساعدتنا في إدارة المشاريع بشكل فعال جميل وبالنسبة بركالي موضوع إيصال خدمة يعني أنا أحد أصدقائي يقول تتوهم سوي المطعم في مبنى خاص فيه يقول كنت خايف من البلدية والله يعينني على البلدية طلعوا يا أحليلهم عند شركة المياه كإيصال المياه والربط بشبكة الصرف يقول هذه معاناة لا توصف فمن الذي حققته في إيصال الخدمة؟ طبعا مدد الإيصال كانت واحدة من التحديات اللي نعتبرها في السابق يعني كان متوسط إيصال خدمة الماء والصرف الصحي في حدود خمسين يوم اليوم حنا متوسط إيصال خدمة الماء والصرف الصحي أربع وعشرين يوم ليش باب أسبوع؟ أنت تحتاج يعني الحصول أول شيء أنت تحتاج أذونات حفر يعني المقدمة الطالب الخدمة لما يقدم على خدمة لازم يطلع أول شيء موظف من الشركة يقوم بعملية المسيح والتأكد من وجود شبكة والتأكد من وجود كل المتطلبات بعدها تبدأ في أذونات الأذونات الفسي هذه تأخذ إجراءات حنا اليوم وصلنا أربع وعشرين لكن نحن نستهدف قدام أن نحن نوصل لخمسة عشر يوم متى هذا؟ هذا نتوقع أنه خلال ثلاث سنوات من الآن أن نحن نوصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى خمسة عشر يوم لكن نحن وصلنا الحمد لله إلى أربع وعشرين يوم مقارنة بخمسين يوم كان في الماضي ودي أشير إلى نقطة مهمة جدا أخي عمر فيما يتعلق ب اللي هو كيف نحافظ على مواردنا المائية عملنا مع زملاء أنه في هيئة المواصفات والمقاييس والهيئة العامة للجمارك ووزارة التجارة على لائحة معتمدة لمواصفات الأدوات الصحية ويعني الشكر حيث تم وصول لهيئة المواصفات المقاييس وضعت لائحة كاملة ووضحت أيضا البطاقة الترشيد وبدأنا في تنفيذها يعني اليوم ما في منتج يدخل للمملكة إلا يجب أن يتوافق مع مع المواصفات المعتبدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس ويجب أن يحمل عليه اللي هو بطاقة الترشيد الجمارك من بداية تنفيذ هذا من بداية تطبيق المواصفات يعني رفضت ما يقارب في حدود أكثر من 250 ألف أداء غير مرشدة وزارة التجارة تقوم بحملات وجولات رقابية على من لا يتوافق مع المواصفات هذه حقيقة بالنسبة لنا تعتبر نقلة نوعية وهل فرقة هذه معاكم في نسبة أو معدل سلوك واستهلاك المياه؟ طبعا من تجارب تركيب الأدوات المرشدة تخفض الاستهلاك ما بين 35% الاربعين في المئة عجيب نعم وهذه بقبرة كان يعني جملة أشياء مهمة تحققت في القطاع واحد مثلي كمهتم بالتحول التي تعيشت السعودية حيكون سعيد فيها جدا وفي مثلي كثير لكن في شريحة أخرى يهم في النهاية الرسالة للجوال اللي حتيجيني في يوم 28 من كل شهر نعم اللي هي الفاتورة وهذا الشخص أنا أنقل يعني أنا أتحدث اليوم بلسانه وأقول ليس ذنبي أنه كان فيه عددات ميكانيكية وليس ذنبي أنه كان فيه مشاكل في إدارة مشاريع عندكم وليس ذنبي كل الأشياء هذه عشان فجأة القفاتورتي تضاعفت وأصبحت برقام فلكية وبعدين أنا أدفع ثمن أخطائكم أو ضعف إدارتكم للمنظومة فماذا تقول لهذا الشخص؟ طيب أول شيء أنا يعني أقول أنه إحنا إحنا جوز من عملية التصحيح مثلنا مثل أي جهة تقوم بعملية التصحيح سواء في بياناتها سواء في بنية التحتية سواء في أنظمتها الشيء الآخر إحنا تنبهنا أخي عمر لها المشكلة اللي أنت تحدثت عنها الآن ولذلك فعنا قرار وزاري حسنناه بطريقة أو بأخرى بحيث أنه أي إنسان يكون سبب ارتفاع فاتورته تصرب ظاهر يصلح التصرب ويتقدم لدينا بالإصلاح نراقب الاستهلاك لمدة شهر إذا الاستهلاك انخفض قمنا بمعالجة فاتورته بأطر رجعي بناء على الاستهلاك الجديد للفترة اللي حصل فيها الارتفاع فهذا كان أول يعني حل من الحلول هذه تمت وهذه تمت كم استفاد منها أنا يعني أنا ودي أقول لك على إحصائي أخي عمر الآن إحنا في ثلاثة السنوات الماضية قمنا بعملية تسوية فواتير في حدود 800 مليون ريال 800 مليون ريال 83% منها تصربت و 17% منها تحديث بيانات وشي معنات تحديث بيانات قد يكون الأخ عمر بيته 6 وحدات بينما في النظام عندي وحدة واحدة فطبيعي جدا لن يستفيد من الشرائح قد يكون الأخ عمر بياناته محدثة عندي هو سكني بس محدث عندي تجاري فقد لا يستفيد أيضا من أيضا من السعر حق الوحدات قد يكون الأخ عمر نقل نقل وما حدث بياناته فهذا جزء فإحنا تصربات تسويات سببها 83% بسبب تصربات 17% بسبب تحديث البيانات إذن يعني كم صاره هذا ولي 99% هذه سبب ارتفاع فواتير سببها كلها تصربات تحديث بيانات باقي عندي 1% هذه لها علاقة بالعداد بس وش علاقتها بالعداد هذا واحد كان عنده عداد ميكانيكي وش تكى منه ثم عدناه لعداد ذكي فإنت لما تنظر يعني نظرة منطقية 83% تصربات 82% عفوا تصربات 17% يعني تحديث بيانات 1% لا علاقة بالعداد إذن أنا المفروض وين يروح تركيزي على تصربات على تصربات هذا المنطق المنطق أني أنا أروح على تصربات وأبادر بتحديث بتحديث بياناتي فلذلك وانتبه راكان عندك كل خميس لقاء مفتوح أنا عندي لقاء كل خميس مع المواطنين كم تستقبل كل خميس تقريبا طبعا يتراوح لكن أقل أقلهم 30 في اليوم ويصلون إلى 70 وهذولي يعني مسح لكل شكواهم وين وجدت المشكلة؟ أنا 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 ما حعطيك بس لقاء أنا خلينا تكلم ما هي مصادر الشكوى التي توصلنا طيب عندنا مصادر للشكوى عن طريق نظام خدمات العمل عن طريق مراسلات الواتساب اللي بيني وبين المواطنين وعندي فريق تنفيذي يتابعها كل ما يصني من أيضا من رئيس مجلس الإدارة وزير البيئة والمياه والزراعة إضافة إلى لقاء الأسبوع مع العمل هذه كلها الشكاوي لما نزلناها قلت لك 82% منها تصربات 82%؟ 82% منها تصربات أنا أعطيك أيضا مثال آخر إحنا أطلقنا مبادرة هل تصربات داخل الوحدة ولا داخل الشبكة؟ تصربات داخل المنازل داخل المنازل يا عوامة الخزان فيها مشكلة يا رقبة الخزان فيها مشكلة يا الوصلة ما بين العداد الخزان فيها مشكلة يا الخزان نفسه بحكم العمر الزمني أصبح أصلا في تهريب داخلي وإذا عولجت ترجع المستوى الاستهلاك للوضع الطبيعي يرجع الوضع الطبيعي ونعالج له الفاتورة بأثر رجعي بناء على الاستهلاك الجديد في الفترة اللي كان فيها الارتفاق وهذه اللي الآن مستمرة وهذه اللي الآن مستمرة ولذلك الشركة أنا قلت لك عملت فوق 500 مليون تسويات يعني الشركة يعني عمل بالرغم أنه هل فينا سكيرا عرفون عن هذه حسنا ما نستمرة عن هذه أنت لما تنظر اليوم لدليل الخدمة أو المسودة اللي موجودة الآن العلاقة اللي بيننا وبيننا العميل هي العداد لكن إحنا كنوع من التعاون وكنوع أنه من التوعية وكنوع من المساهمة وكنوع أيضا من معالجة هالأمور فعنها القرار الوزاري بشكل أكبر وبشكل أفضل إلى أما أن تكتمل عملية التواصل بيننا وبين العميل وسيأتي اليوم اللي قد لا نحتاج لهذا القرار ودي أضيف نقطة أخرى أحنا أطلقنا مبادرة اسمها مبادرة رشد استهدفنا فيها ألف عميل من أصحاب الفواتير المرتفعة موزعين ما بين الرياض 500 عميل المنطقة الشرقية 250 عميل و250 عميل في جده ولما تسميهم مرتفعة كم مع التفاتورته يعني فواتيرهم فوق الألف ريال فوق الألف ريال فوق الألف ريال طيح لما سوينا طبعا هذه المبادرة إحنا الشركة قمنا فيها يعني أخذنا القراءة حقة العداد قبل وفحصنا الخزان عن طريق شركات متخصصة تحت إشرافنا وقمنا بإصلاح الخزانات والعوامات والتصربات على حساب شركة المياه وبعدها راقبنا الاستهلاك بعد الإصلاح وش اللي وجدنا من هذه المبادرة اللي وجدنا أخوي عمر 93% منها تصربات مرة ثانية 93% وبعطيك التصربات الرياض وجده التصربات كانت في الخزان مشكلة في العوامة مشكلة في رقبة الخزان بينما في المنطقة الشرقية اللي اكتشفنا إنه غالب التصربات موجودة في أكرمك الله في المراحل بحكم إنه الشرقية الضخ فيها مستمر بشكل فهذا هو اللي عطاها الفرق بيقي عندنا 7% هذولي ركبنا لهم أدوات مرشدة وش كانت النتيجة؟ النتيجة إنه الاستهلاك وقيمة الفاتورة قلت بنسبة 40% 40% 40% أبزيدك على شيء آخر جزء من اختبار نظام الفوترة والعدادات الذكية قامت فيه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج و اختبرت 700 عداد من أصل ألف عداد وكانت النتائج أنه العداد سليم ما فيه شيء اختبرت أيضا نظام الفوترة والنتيجة كانت جيدة أنه ما فيه شيء طيب إذن بعد كل هذا المنطق يقول إنه إحنا جماعة الخير إحنا كلنا عارفين جودة جودة البناء عندنا المنطق يقول إنه إحنا جماعة خلونا نركز على خزاناتنا خلونا نركز على تعديل سلوك استهلاكنا اللي ما يقدر يعدل سلوك استهلاك الأسرة في البيت يركب أدوات مرشده يعني بدل ما يكون العامل أنه تواصل مع الأبناء تواصل مع الأسرة ركب أدوات مرشده وإحنا نستطيع في شركة المياه الوطنية اليوم نعطي نصائح وموجودة على موقعنا وين الأماكن الإنسان ممكن يوفر فيها استهلاك المياه وتنحكس على فاتورته طيب أنا بحكي لك بوراكان قصة شخصية أنا قاعد في مجلس وسؤال في أنه يعني بدو استضيف رئيس شركة المياه الوطنية قال اسمع تكفى قل الرجال أنا منزعد من فواتي الكهرباء لكنها منطقية منطقية من حيث أني أعرف كم متوسط استهلاكي في الصيف وكم متوسط استهلاكي في الشتى ففي منحنا متكرر سنويا شركة المياه يقول عجزت أفهم طريقة الفوتران لأنه مرة فوق مرة تحت قلت له تصدق معه مني ركزت فيها فخلنا أشوف أنا وإش عندي فطلبت من حاسب حقي يعطيني فواتير بيتي فبعطيك بوراكان فواتير عشرين عشرين جانواري صفر فيبرواري خمسة وعشر ريال مارج صفر أبل أربعة عشر ألف ريال مي ألف جون ثلاثمية جولاي خمسمية فهذا سلوك بيت واحد ثابت وفي وقت الكورونا حينما ما يقدر روح يمينه ليسا وإنت نبهت نجزاك الله خير بأنه هذا ما هو منطقي لأنها حسب فواتيركم ما في شي اسمه صفر فطلعت من حاسب قلت له أسمع عطني الرقم الفوترة لأنه قاعد يعطيني المدفوع فعليا فاتضح أنه عندي أنا مشكلة أني أتأخر في الدفع فالمحاسب يسجل صفر الشهر هذا فهذا طلع خطأ عندي وهذا يعني جيد أن شاركه مع الناس على هواء مباشرة الحين لكن قلت له عطني الفواتير اللي صدرت لي فأسمع الفواتير جانواري الفين وعشرين تسعة الاف ريال فيبريوري ثلاث الاف ريال مارج ألف ريال أبريل ألف ريال مي ثلاثمينة ريال جون خمسمينة ريال جولاي ألف ثلاثمية أوغست الفين وربعمية سبتمبر ألف سبعمية فهذا التذبذب وفراكان كيف تفسره اعتبروني واحد من الألف طيب طيب وخلوها ألف واحد وجربوا علي أبعرفوا شو المشكلة أبت ما عندنا مشكلة هل تعرف اليوم إن خمسين في المية من فواتير العملاء عندي أقل من خمسين ريال كيف خمسين في المية من عملاء السكني فواتيرهم أقل من خمسين ريال لا يمكن وثلاثة وتسعين في المية من فواتير السكني أقل من خمسمية ريال يعني ثلاثة وتسعين ثلاثة وتسعين في المية أقل من خمسمية ريال يعني اللي عندي فوق الألف ريال هما خمسة في المية هما خمسة في المية هذه أرقام ما تتناسب مع حجم الغضب وحجم الانزعاج هذا أيضا يعني ترى هذه غير الجزء اللي سابقة بركات سابقة أنت تقول في تسهربات في كذا صحيح هنا أنت تقول أرقام أنا طرح الحديث اللي ديم بيني بينك الآن على موضوع الفواتير أنا عيشها بشكل يومي وعيشها بشكل أسبوعي مع المواطنين إحنا عندنا تحدي أنه ما زال هناك شريحة تعتقد أن سعر الماء اليوم هو سعره قبل أربع أو خمس سنوات يعني خلينا أعطيك مثال أخوي عمر اللي يستهلك مئة متر مكعب قبل خمس سنوات في 2015 يدفع 12 ريال ونص اللي يستهلك مئة متر مكعب قبل خمس سنوات يدفع 12 ريال ونص اللي يستهلك اليوم مئة متر مكعب نفس الاستلاك ما تغير بس بناء على السعر الجديد يدفع 547 ريال الله تمام هذه كم هذه ألف ضعف لي ولا كم أنا كمسؤولة أقول اليوم أنا كمسؤولة أقول تغيير سعر الماء ساعدنا حنا كشركة في ضبط أنظمتنا لأنه في الماضي حتى لو كانت عندك تصرب في البيت بالنظام التعريف القديم ما تحس فيه لأنه في الأخير استهلكت 200-300 متر مكعب أصلا يعتبر الماء مجاني فما تحس فيه لكن اليوم أصبح تحس فيه فأنت تجيني فأصبح لزام علي أني أنا أضبط وأحوكم أنظمتي أتأكد من قراءاتي أكون أنا منضبط في إصدار فواتيري بشكل شهري أيضا على مستوى العميل بدأ يتأكد من جودة الخزاناته كشف تصربات داخل خزاناته أخي عمر من إحنا من بس من إصلاح التصربات وفرنا يوميا 150 ألف متر مكعب 150 ألف 150 ألف متر مكعب وفرناها بشكل يومي على مستوى المملكة على مستوى المملكة يعني فالأرقام هذه اللي يقولها كهذه حقاك فواتير إنه أنا عندي إلى 93% أقل من 500 ريال وإلى 80% أقل من 200 ريال يعني أنا عندي خمسة في المية هم اللي فوق الألف ريال هالخمسة في المية هذه يحتاجون إلى أن كل الكل واحد ينظر إلى حالته ويتواصل معنا عشان نعرفوش أسباب أسباب المشكلة لكن تطلع لي أنت وتقول لي والله أنا علي فاتورة 20 ألف ريال السؤال اللي يجب أن يسأله هل العشرين ألف ريال هذه فاتورة شهرية ولا يعني إجمال المستحقات حق سنتين أو ثلاث سنوات واليوم إحنا فواتيرنا و صورة الفاتورة توضح وإش فاتورتك الشهرية وإش إجمال المستحقات عليك ف فهذا هو الفرق في قراءة الفاتورة بعضهم يقرأها على إنه 30 ألف والعشرين ألف هذه فاتورة شهر هي ليست فاتورة شهر هي هذه فاتورة متراكمة لأكثر من طبعا عندي حد 9000 حق شهر جانواري ودفعناها الله يعوض علينا بس بس أنا أنا بالنسبة لحالة أي أنا لا يمكن يعني وبنان على على مساحة البيت اللي ذكرته إما أن تكون هذه فاتورة متراكمة لثلاثة أشهر أربعة أشهر لم يتم سدادها ثم سددت فيما بعد أو أن قد يكون فيه تصرب داخل البيت أو قد يكون استهلاك كيف أعرف تواصل مع الشركة الشركة عندها اليوم قنوات تواصل عندها مركز اتصال حلو عندها فرع إلكتروني تستطيع أنك أنت تقدم عن طريق مركز الاتصال بلاغ تأتيك رسالة أنه تم تسجيل بلاغك وبلاغك الآن تحت المتاعبعة أيضا تستطيع من خلال الفرع إلكتروني أنك أيضا تقوم بعملية البلاغ ويتابع البلاغ أخي عمر اليوم هناك فكرة عن شركة المياه الوطنية إنها تسعى إلى زيادة الإرادات وأنا ودي أصحح حقيقة للفكرة هذه يعني شركة استثمرت أكثر من مئة مليون ريال في برامج الترشيد والتوعية شركة تطبق قرار وزاري تسوية فواتيك شركة نفذت مبادرة ترشد لألف عميل وكل منزل كلفنا في حدود ستة آلاف ريال أطلقنا برنامج قطرة والجميع يعرف عنه كله على أساس ننزل من متوسط برنامج قطرة برنامج قطرة هي عبارة عن برامج توعية وترشيد نرغب من خلالها أن ننزل استهلاك الفرد من 277 لتر للفرد في اليوم إلى 150 لتر للفرد في اليوم وأطلقنا هذا البرنامج وعند إذا ما خفضت أنا أصير مستفيد يعني بلا شك إذا خفضت استهلاكك هتنزل في الشرائح لا 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 بس أصدق فكرة قطرات هذا أو لا قطرة هنا برنامج قطرة برنامج قطرة هو برنامج توعوي للترشيد حلو عندنا برنامج هنطلقه قريبا إلا هو برنامج قطراتي أو مكافأة قطراتي وش هالبرنامج إنه إحنا عكس الآخرين الآخرين يقول لك استهلك أكثر تأخذ نقاط تأخذ نقاط إحنا نقول لك استهلك أقل تأخذ نقاط تستفيد منها في أماكن أخرى عجيب فشركة جالسة تبذل جهد للنهار في التوعية بالترشيد في توفير الأدوات المرشدة في السوق في العمل مع الجهات الأخرى لسن اللوائح والأنظمة والمواصفات لأدوات الترشيد تنفيذ مبادرات لها علاقة بالترشيد وضع أنظمة لتحفيز الناس على الترشيد هن أخ الكريم نحتاج أن نحافظ على مواردنا المائية ونحتاج أيضا أن نحافظ على يعني إن المواطن لا يدفع إلا ما يستهلكه بشكل صحيح ودقيق فلو بنختم بوراكان موضوع الفواتير بنقول أي أحد عنده مشكلة ارتفاع فواتير أو تذبذب في الفواتير عنده ثلاث خطوات أساسية بعدها ممكن يكتشف مشكلته رقم واحد الكشف على التسربات لأنه تضح لكم أنه ما بين 80% و90% من الشكاوى التي تصلكم عبر عدة منافذ هي تسربات نعم رقم اثنين تحديث بيانات أحيانا يكون مربوط بإسمه عدات ما هو بتبعة ولا يكون عنده شريحة تجاري وهو سكني ولا يكون عنده أكثر من وحدة ومجمعة مرة واحدة فهذه أضلا ممكن تفرق معه هذه الخطوة الثانية إذا ما عنده تسربات ولا عنده مشكلة في بياناته فلازم يلتفت لموضوع الترشيد نعم فأنت تؤكد أنه ما في ولا وحدة منهم خيار أنه فيه تلعب بالفواتير ولا مشكلة الفواتير نعم أخي الكريم أحنا أعطيك مثال آخر أيضا على العدادات إحنا بشكل شهري تجينا يعني العداد هذا يتهم أي ويصورون مقاطع أي ونتفاعل مع هذه المقاطع وجميع المقاطع اللي تفاعلنا معها ما لقينا مشكلة عداد لقينا مشكلة تسرب حتى المواطن اللي ظهروا كسر العداد كسره تكسير قوي جدا اختبرنا العداد بعد التكسير والقناة شقال ودقيق فناهيك على أنه موضوع العدادات الذكية هذا هو التهوى المنحنى العالمي الآن أخوي عمر يعني يعني كم دقة العداد هذا براكال إلى أي مدى كنا نطمئن من قراءته أنا أقول لك اليوم من خلال ما عندي أنا أقول لك دقة العداد تتجاوز 99% والعداد الميكانيكي العداد الميكانيكي دقتها تختلف على حسب النمط التشغيل اللي في الشبكة أنه تعرف العدادة الميكانية عبارة عن حركة ميكانيكية إذا الضخم مستمر 24 ساعة فتكون دقتها عالية وبعدها العدادة الميكانية طرح ما هي بعيب هي أيضا ممارسة في جميع دول العالم بس أنه دقتها بس يعتمد على النمط التشغيل اللي انتشغال فيه بس أقصد لخبط لصاتف الفواتير أيام العداد الميكانيكي وخلت الناس عندها ثقة مهزوزة بمصداقية العداد هذه اليوم مستحيلة في العداد الذكي أنا أستطيع أؤكد أن دقة العداد الذكي تتجاوز التسعة وتسعين فاصلة زي ما يقولون خمسة يعني ما في شيء دقيق مئة في المئة ما في شيء دقيق في المئة لكن أنا أقول دائما نرجع للنفس نتائج تحليل الشكاوي أثبتت أن العداد النسب فيه بسيطة جدا إذن المفروض نروح نركز على زي ما ذكرت على تصربات في خزاننا على بيانات تحديث بياناتنا أن لا يكون علينا تراكم مديونيات ونحاول نسدد بشكل مباشر نركب أدوات مرشدة نغير فيه سلوك الاستهلاك إذا عملنا الإجراءات كلها بالكامل واستهلاكي أنا ما نزل هذا كل وقت أنا ما عندي مشكلة أجواء في حصل عداد بس أذنك براكان قبل ما أسألها السؤال أبطلب منك تشرب مويت بالريقك لأن السؤال مهم وهو يمكن سؤالي نختم في هذا المحور وننتقل لأسئلة أصدقاء سكرار كنا مبسوطين براكان والأمر حلوة والماء في السعودية دائما يقولون الماء أرخص من الكوكاكولا والماء أرخص حتى من برميل النفط برميل الماء في هذه الأرض الصحراوية أرخص من برميل النفط وكانت فاتورة الماء دائما هي الشيء اللي الواحد يفتخر فيه في السعودية وإذا رحنا أمريكا يعني عيان الممتعات رح هناك يقول شوف فاتورة الماء حقتي 12 ريال و7 ريال ليش نمر بهذا المنحنى المؤلم الصعب عليكم وعلينا في عملية تصحيح الأسعار وهيكلة القطاع ويعني كل هالإجراءات اللي قاعدين نخوضها اليوم طيب أخوي عمر على أساس نرتقي بخدمات المياه لا يمكن أن تتحقق الاستدامة في الخدمة إذا لم تتحقق مع هالإستدامة المالية اليوم التعرفة تغطي فقط 30% من التكلفة اليوم هذا بعد زيادة نعم الآن التعرفة الحالية تغطي فقط 30% من التكلفة طيب أنا اليوم عندي على مستوى المملكة نسب تغطية المياه بحدود 83% رفعناها خلال الأربع سنوات الماضية من 78% وصلنا اليوم إلى 83% بس أنا ما زال عندي أخي خدمات الصرف الصحي يعني من 52% أنا وصلت إلى 57% فأنا عشان أحتاج أصل إلى تغطية شاملة في المياه 100% وصرف صحي أوصل فوق الـ 95% لا بد أن تتحقق الاستدامة المالية لا بد أن تتحقق الاستدامة المالية علشان أنا أقدم الخدمة بشكل فعال وبشكل جيد بالشكل السابق ما نقدر نستمر ما نستطيع أن نستمر وش بيصير يعني بالشكل معناها أنت تظل معتمد على دعم الحكومة ولن ولن نحافظ على مولدنا المائية يا أخ الكريم اليوم أنا دائما أقول أنت على أساس تقنن وترشد يجب أن تعرف قيمة ما تستهلكه إذا أنا اللي أستهلكه لا أقدر قيمته وش النتيجة حتكم صحيح وحنا عارفين ما هو ما هو بسر حنا اليوم عندنا هدر في الماء هدر في في الطاقة هدر في الغذاء لابد من من تعديل هالسلوك بالكامل وكذلك علينا مسؤولية حنا كذلك علينا مسؤولية في الجهات الخدمية أن نرفع كفاءاتنا التشغيلية هي ليست فقط المستهلك 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 عليه دور أنا علي دور الجهات الأخرى عليها دور فهو عبارة عن عملية مشتركة أخي عمر ليست فقط مسؤولية مستهلك أو مسؤولية شركة هي عملية متكاملة عظيم هذه مجموعة من الأسئلة وصلنا حدود ميتين واربعين سؤال هذا ما شاء الله عدد كبير جزء كبير منها جاوبناه في يعني ثنايا المحاور السابقة فأنا بطرح الأسئلة اللي ما غطيناها وكل ما عطينا إجابة مختصرة كل ما فتحنا مجال لأكبر قدر من الأسئلة في سؤال هنا براكان يقول ليه موية الشرقية مالحة وموية الرياض حلوة مع أنكم تأخذون الموية من عندنا طبعا قيمنا الوضع في المنطقة الشرقية قبل تقريبا ثلاث سنوات وكان عندنا يعني نسبة المياه المالحة لأنها معتمدة على أبار إضافة لأنه ذلك أيضا فيه إرث قديم في دارة الشبكة في الشبكة نفسها فطلعنا فيه مشروع المشروع هذا لتحسين جودة المياه في المنطقة الشرقية ويعني قريبا إن شاء الله هذا المشروع سيتم تنفيذه نتوقع خلال ثلاث سنوات الأربع سنوات ثلاث سنوات لكن وشي اللي احنا سويناه خلال الثلاثة أربع سنوات الماضية احنا ادخلنا خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من ستين حي المنطقة الشرقية سواء كان في جميع مدن المنطقة الشرقية بمياه محلة مئة وثمانين ألف متر مكع استفاد منها سبعمية وخمسين ألف مواطن وجالسين أصلا نحسن يوم عن يوم لكن عشان تقتل المشكلة بكاملها وتحل جذريا لابد من استثمار في عدد من المشاريع أساس تحل هالإشكالية بالكامل ممتاز هل هناك خطة عمل واضحة أو تاريخ مستهدف لإيصال خدمات المياه لجميع المحافظات في المملكة لأن نسبة كبيرة من أهاي المحافظات لا يوجد فيها شبكة مياه متى نقدر نقول تطينا المملكة نحن اليوم محكومين برؤية عشرين ثلاثين يعني التاريخ للوصول إلى خدمات مميزة وخدمات يعني تحقق رضا العميل هو عشرين عشرين ثلاثين حن يطوي العمر قبل سنتين قيمنا الاحتياج للمشاريع سواء كان في الإنتاج أو النقل أو التوزيع أو المعالجة أو حتى بما فيها أيضا إعادة استخدام المياه المعالجة وطلعنا بتصور كامل للمشاريع بحيث أنها تنفذ بعضها على خمس سنوات وبعضها بنهاية عشرين ثلاثين تكون اكتمل تنفيذها الآن إحنا اليوم جالسين نعمل مع شركة أنا في الوزارة وفي وزارة المالية لدراسة هذه المشاريع تفصيليا وأيضا البحث عن طرق التمويل المناسبة وش اللي حيمول من قبل الدولة وش اللي هي حيمول أيضا من القطاع الخاص كم في المية لكن تارجت حقنا أو الهدف حقنا هو عشرين ثلاثين جميل اليوم في عشرين عشرين كم تغطيت المياه وكم تغطيت الصرف احنا اليوم المياه نغطي ثلاثة وثمانين ونص في المية ثلاثة وثمانين ونص في المية والصرف والصرف الصح حنا اليوم في حدود ثمانية وخمسين في المية ثمانية وخمسين وعشرين خمسة وعشرين عشرين خمسة وعشرين حنوصل بالصرف الصحي إلى ثلاثة وستين في المية وحنوصل في المياه في حدوث ثمانية ثمانية في المياه ثماثين في المياه وفي عشرين ثلاثين حنتكون مئة في المياه بإذن الله سبحانه الاثنين بشرط أن تتوفر جميع الممكنات اللازمة للتنفيذ في سؤالة ثانية لماذا لا يتم إنشاء أكثر من شركة مياه سعودية حتى يتنافسهم فيما بينهم وترتفع جود الخدمات لعله أتحدث أخوي عمر أنا قلت لك أول كان هدف استراتيجي في شركة المياه الوطنية هو الإصلاح المؤسسي ولذلك قلت لك وحدة القيادة وأصبحت شركة المياه الوطنية هي من تشرف على إدارة خدمات المياه والمعالج الصحي في جميع مناطق المملكة كان أيضا جزء من العملية التنفيذية لهذه الهيكلة توزيع مناطق المملكة إلى ستة جمعات اللي هو القطاع الأوسط ويشمل منطقة الرياض بالكامل القطاع الجنوبي ويشمل نجران الباحة شازان عسير القطاع الشمالي ويشمل القصيم حايل الجوف الحدود الشمالية القطاع الشمال الغربي ويشمل المدينة وتبوك وأيضا القطاع الشرقي والقطاع الغربي ويشمل منطقة مكة المكرمة إحنا يطيق العمر الآن بدأنا التجهيز لعمليات الخصخصة وعمليات دمج المديريات فحيكون عندنا بإذن الله في نوفمبر في بداية نوفمبر سيتم ضم منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك لشركة المياه الوطنية كجوز من عملية الدمج والتخصيص وسيطرح أول عقد إدارة لمدتها ما بين خمس إلى سبع سنوات للمدينة وتبوك سنكتمل سنكمل مشروع دمج جميع مناطق المملكة تحت مظلة شركة المياه الوطنية بحلول عشرين واحد وعشرين ثم عملية عقود الإدارة بالكامل بحلول أيضا عشرين واحد وعشرين السنة المقبلة بإذن الله بعد أن تكتمل عمليات الدمج وعمليات عقود الإدارة سيقاويما الوضع بعد خمس سنوات ثم سنأتي بالنموذج التشغيل الصحي قد تؤسس شركات قد تصبح شركة المياه الوطنية هي الشركة القابضة وتشرف على أداة الشركات هذا قد يكون سابق لأوانه في هذه المرحلة ولكن السبب يعني هل في سبب أنه ما في أكثر من شركة اليوم؟ أساس أنت لابد أن تجهز لذلك لابد أن تجهز لذلك حين اليوم جالسين نخطو خطوات لنكون جاهزين لذلك القرار ولن يكون قبل خمس سنوات ولن يكون قبل خمس سنوات وهذا يفتح باب لسؤال آخر جاء اللي هو ما الأسباب التي أدت لتأخر ضم المدريات الشركة يعني اليوم بعض رياض شركة والخرج مديرية يعني ليش إلى الآن ما ضم مثال؟ وهذا اللي ذكرت لك أنا في البداية أخي عمر إنه الشركة تأخرت بسبب تحديات يعني سواء كان على المستوى الاستراتيجي أو على المستوى التنظيمي أو حتى على المستوى المالي فواجهت الشركة تحديات ولم تستطع في تلك المرحلة إلا إنها تضم فقط الأربع مدن اليوم مع روية عشرين ثلاثين البيئة يعني مهيئة إن نحن نبدأ في في دمج المديريات وضمها ومتى سيكتمل؟ بنهاية عشرين وواحد وعشرين بنهاية عشرين؟ جميع مناطق المملكة تحت الشركة تحت شركة المياه البطنية ممتاز هذا السؤال يقول لماذا يفرضون وصوم صرف صحي في مخططات لا يوجد فيها تصريف وإنما أنتم كرامة بين قوسين بيارات هل تضعون رسوم في الفاتورة على مخططات ماكي صرف صحي أصلا؟ هذا الكلام غير دقيق مستحيل؟ غير دقيق نحن نفرض رسوم على كل من يرتبط معنا بشبكة الصرف واللي هي 50% من فاتورة المياه 50% من فاتورة المياه لكن شخص عنده بيارة إلى الآن لم يصدر تنظيم بهذا الأساس طيب هنا في سؤال لماذا الفروع لا توجد لها الصلاحيات في حل مشاكل العملاء ارتفاع الفواتير أو إنشاء عدات جديد لأن الفرع الإلكتروني ضعيف جدا في الخدمة حتى الدعم الفني ما يرد على المشاكل طيب فهو عنده مشكلتين الفروع القائمة ما عنده صلاحيات والفرع الإلكتروني غير فعال اليوم اليوم يعني إذا بنتكلم اليوم إحنا جالسين بنقدم خدمات إلكترونية ويعني نجحنا في التحول الرقمي إلى أن وصلنا إنه 86% من عملياتنا تتم بشكل إلكتروني مما سحل علينا إنه إحنا أصلا نغلق 70 فرع على مستوى المملكة من أصل 131 أغلقتها هذه 70 فرع أغلقناها من أصل 131 وأصبحت الخدمة تقدم إلكترونيا موظفي الخدمات الأمامية اللهم صلاحيات هناك صلاحيات تنتقل المستوى الثاني هناك صلاحيات تنتقل المستوى الثالث على حسب نوعية الطلب ونوعية الإجراء لكن كل واحد عنده صلاحيات مثلا معالجة فاتورة المكاتب الأمامية عنده صلاحية المكاتب الخلفية عنده صلاحية المشرف عنده صلاحية أحيانا القيمة تصل حتى لي أنا كريس رئيس شركة لصلاحية فأنا ما أدري يعني يتحدث لكن يستطيع أن يتواصل معنا ونفهم بالضبط وش الاشكالي اللي يتحدث عنه أسئلة وصلت من زملائك في العمل لبركان واحد يقول ما هي منذ أن استلم المهندس محمد الشركة المياهة الوطنية لا توجد أي علاوة الموظفين كمن ثلاث سنوات بدون أي علاوة فكيف تنتظرون من هذا الموظف أن يكون منتج أولا أنا يعني ودي صراحة وشي اللي سويناه خلال الثلاث سنوات بخصوص الموظف نعم قبل أن أعود وأرد على هذا الأسؤال إحنا خلال الثلاث سنوات استقطبنا في حدود ثممية موظف ما بين استقطاب داخلي في حدود الداخلي ثلاثمية موظف هذول ثلاثمية موظف يعني استقطاب داخلي ثلاثمية موظف كانوا على عقود مقاولين خارجيين بس لأنهم مميزين استقطبناهم للشركة واستقطبنا ميتين شخص من خارج من خارج الشركة قمنا بترقية ميتين واثنين وعشرين موظف خلال الثلاث سنوات الماضية والآن هنا قائمة في حدود ثلاثمية وخمسين موظف سيتم ترقيتهم هذول احنا نسميهم المصارى السريع أيضا دربنا سبعة آلاف موظف خلال الثلاث سنوات الماضية أطلقنا برنامج قادة المستقبل لسبعة وأربعين قيادة في الشركة ودربناهم في معهد الآيم دي في لوزان سويسرا أيضا قمنا بهيكلة إعادة هيكلة البدلات ورفعنا الحد الأدنى لبدل السكن من خمسة عشر ألف ريال إلى عشرين ألف ريال وكذلك أيضا بدل النقل من عشرة في المئة وضعنا الحد الأدنى خمسمية ريال يعني إذا موظف راتبه ثلاثة ألف خمسمية بالنظام البدلات القديم عشرة في المئة ثلاثمية وخمسين حيننا وضعنا بدل النقل لا يقل عن خمسمية ريال لكن في نفس الوقت أيضا قمنا بتقنين بعض البدلات بما يتناسب مع مع السوق ساهمنا خلال الثلاث سنوات الماضية في تمكين المرأة أيضا وضفنا مية وثلاثة عشر فتاة سعودية يعملون في أكثر من من إدارة فوق كل هذا أخوي عمر إحنا عندنا اللي 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 نلاحظ خلال الثلاث سنوات الماضية إحنا نسبة تصرب عندنا السنوية في حدود أربعة في المئة وهي نسبة تعتبر صحية في ظل التصحيح اللي حنا نعيشه وتغيير الثقافي المطلوب والمنافسة الشديدة وكان أيضا إحنا لازم نولد وظائف فعساس نولد وظائف أطلقنا برنامج سمينا برنامج عرفان وهذا برنامج عرفان اختياري لمن أكملوا خمسة وعشرين سنة أو ثلاثين أو ثلاثين سنة وتقدم لها الكثير من الناس الشيك الذهبي الشيك الذهبي الرسالة اللي أنا ودي أختم فيها حول هالموضوع أنه حنا في مرحلة ديناميكية وسريعة ولا تحتمل أي تأخير في إنهاء الأمور سواء كانت صغيرة أو كبيرة ولذلك السرعة في إنجاز العمل الجودة في العمل الإنتاجية وحسن الأداء والتنفيذ الفوري هو مطلب المرحلة الحالي وبالتالي هذا الشخص اللي يسأل عن علاوة نحن نقول له وش تقول له هذا أنا أقول له ما هو تقييمك خلال الثلاث سنوات الماضية لأنه لاجب أن نفرق بين علاوة يجب أن نفرق بين ترقية العلاوة السنوية ترتبط أحيانا بالأداء المالي للشركة بالأوضاع الاقتصادية اللي تمر فيها الشركة نفسها فلكن حنا لم نوقف أول هذه نقطة حنا لم نوقف البونس السنوي البونس السنوي عندنا 2017 دفعنا 75% من الراتب الأساسي 2018 دفعنا راتب ونص 2019 دفعنا راتبين فإحنا جالسين إحنا كل ما تحسن أداءنا سواءنا التشغيلي أو خدماتنا للعمل أو أيضا الوضع المالي جالسين بنحسن في في المزايا فهي مربوطة بالأداء فهي مربوطة بالأداء وهذا يعني يعني برضو بدخل ثاني لسؤال آخر عملية بيئة العمل زميل آخر يقول نواجه تحدي في بيئة العمل حيث أن الرئيس يجعلنا نجعل نعمل حتى خارج وقاتل العمل الرسمي وفي جازة نهات الأسبوع ولا يلتزمون بساعات العمل الرسمية فقط كما أنهم قلصوا ميزانية القهوة والشاي قلصت القهوة والشاي مركان شوف طول عمار حنا ما منعنا للقهوة والشاي ولكن انتقلنا من الرفاهية في الخدمات إلى الخدمات الذاتية خدمات الذاتية خدمات الذاتية كيف؟ يعني ما في تي بوي التي بوي يعني بدل ما تحط لك في دور خمسة ستة تي بوي تي بوي واحد يكفي يحافظ فقط على المطلبات لكن قهوة والشاي صادت بفلوس؟ لا موجودة موجودة لا ما هي بفلوس اللي يقول انها بفلوس فلا أعتقد انها منصف في إيجابتك فهي موجودة لكن ناخذ مذاتية فهذه النقطة في سؤال على موضوع الاستدامة البيئية لا على فكرة أنا ودي أعود لنقطة اللي ذكر يقول بيئة العمل اي صحيح موضوع ساعة العمل ساعة العمل وبيئة العمل أخي الكريم احنا اطلقنا في نهاية السنة الماضية اطلقنا سيرفي أونلاين لجميع موظفي شركة المياه الوطن أكثر من 15 سؤال وهم اللي يجاوبوا مو أنا اللي جاوبت هم اللي يجاوبوا احنا فقط حللنا الإجابات وجدنا أن بيئة العمل تحسنت من 64% إلى 75% خلال خلال الثلاث سنوات هذه ما هي الأسباب قال لك أول شيء أصبح عندنا وضوح في المهام والمسؤوليات أصبح عندنا يعني عدالة في الترقيات عدالة في التقييم عدالة في المكافآت لكن طبيعي جداً اليوم المرحلة تتطلب زي ما ذكرت في البداية يعني إحنا إحنا نتعامل مع المتغيرات بشكل 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 ساعات وليس بشكل يومي لم نعد نعمل باليوم وصلنا نعمل اليوم بالساعات لأن التوقعات والمتغيرات اللي حولنا سريعة جداً فيجب أن نتوافق معها ولذلك الاستبيان اللي أرسل من قبلهم يقول إن بيئة العمل تحسنت بسبب وضوح المسؤوليات والمهام والهيكل التنظيمي ومعرفتي ومرجعة الإدارية لمن فأنا أستطيع أن أقول اليوم إن بيئة العمل تحسنت صحيح إنه الحجم المهام والمسؤوليات أصبح عالي جداً وهذا أعتقد إنها الآن هو النمط اللي ماسل فيها الجهات الحكومية وأعتقد اليوم الجهات الحكومية أصبحت أكثر فاعلية وأكثر أداء مما كانت عليه في الماضي في هنا سؤال على موضوع البيئة والاستدامة البيئية هل يعاد هل تعاد المياه المستهلك في المنازل أو المساجد أو الماكل العامة وتدور مرة أخرى هذا قد يكون حل لترشيد المياه وحفظها طبعاً الحمد لله رب العالمين صدر نظام المياه قبل شهرين ونظام المياه تطرق لمثل هالأمور اللي ذكرتها أخي عمر إنه حيكون هناك جزء من التصاميم لا بد أن يكون هناك في إعادة تدوير والمحافظة أيضاً على المياه التنظيم هذا سيبدأ في ممارسة مهامه في 10 أكتوبر حيننا الآن نعمل مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف على مشروع إحدى المساجد بحيث نحن نطبق فيه كل المعايير لإعادة التدوير نتوقع أن هذا المشروع يكتمل خلال 6 أشهر إلى 8 أشهر ثم بعد سيكون هذا العمل هو نموذج نطبق على بقية المساجد الكبيرة لكن بالنسبة للمجمعات السكنية والمجمعات التجارية فكل مجمع فوق 500 متر مكعب يعني استهلاكه فوق 500 متر مكعب لا بد أن يلتزم بالمطلبات إعادة التدوير وأيضا يكون عندها محطة خاصة للمعالجة ويعاد استخدام المياه المعالجة داخل المجمع هذه الزامية الآن مطفقة الآن ننتقل للاستدامة المالية بعد استدامة المالية في هنا سؤال يقول لماذا لا تعلن الشركة قوائمها المالية السنوية وهل الشركة سوف تطرح للاكتتاب طبعا أول شيء الشركة ما زالت تمر بالكثير من الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات التشغيلية وكذلك أيضا المالية فليس مبكر اليوم أننا نتكلم عن اكتتاب إلى أن تصل إلى مرحلة أن تقول والله الشركة في وضع تقدر تطرح الاكتتاب لكن الشركة زي ما ذكرت في البداية ما زالت اليوم تعتمد على الدعم من الدولة فمجرد أن تصل إلى الاستدامة المالية حتى كل وقت ممكن نفكر في عملية الاكتتاب فهذه يعني والقوائم المالية القوائم المالية طبعا تصدر القوائم المالية حاليا لكن تعرف ما هي شركة عام علشان تصدر قوائمها بشكل مباشر للناس مجرد أن تتم جميع الاصلاحات ويقرر عملية الاكتتاب حتى كل وقت تصدر عن جميع القوائم الخاصة فيها عشان برضو ما نكون سلبيين نقلنا كثير من الشكاوى لازم ننقل بعض الأراء الأخرى هذا واحد يقول أنا أحب أقول المهندس محمد وهو لا يعرف ولا يعرف كثيرا من المثالك أنا كمواطن ومسجد من خدمات شركة المياه الوطنية لمست التغيير الكبير لم تنقطع المياه عن الحي اللي نسكن فيه بعدما كانت المياه تأتينا كل 15 يوم مرة وأزيدكم من الشعر البيت تم توصيل الصرف الصحي المازلنا بعد 8 سنوات من تمديد خطوط الصرف ولكن لم يتم توصيلها بالمنازل أنا شخصيا ممتن جدا لساعدة المهندس لأني كمواطن لحط التغيير الكبير في الخدمة وأنا من سكان مدينة جدة موسى الأحمدي فهذه يعني رسالة شكر لك عشان بس ما يظن أننا بس ننقل الرسائل العتاب أنا أبغى أختم أبراكان بسؤال خلنا شوية نعيش أمل الثلاث سوات اللي فاتت صعبة وقاسية وفيها تحول وفيها تغيير حدثني أو صفلي كيف ستكون تجربتي أنا كعميل مع شركة المياه في عام 2021 أنا ما بروح للبعيد للناس تبقى تتعلق بالشيء القريب يعني الأهداف البعيدة هذه شوية ما اللي أنا منها نبغى حدثني 2021 ما الذي س يعني ألمسه أنا كمستفيد من تطوير خدمة شركة المياه الوطنية لي طيب أخوي عمر حين اليوم اللي اللي نؤكده ونعرفه تماما داخليا أنه شركة المياه الوطنية تتعافى وتتحسن بشكل يومي وشهري وكل يوم أفضل من اليوم اللي قبله وكل شهر أفضل من الشهر اللي قبله لكن حقيقة لكي نرتقي خدمات المياه ونصل إلى مستوى الرضا اللي حنا حددناه لأنفسنا بحلول عشرين اثنين وعشرين هو خمسة وسبعين في المياه احنا أول شي قطاع المياه بشكل عام بدءا من الإنتاج والنقل والتوزيع والمعالج نحتاج الاستثمارات مالية ضخمة جدا وهذا اللي حددته الاستراتيجية الوطنية اللي هو التقطية الشاملة سواء في المياه أو في أو في أو في الصرف نحتاج أيضا إلى منظم فعال يدير العلاقة بيننا وبين عملاءنا اليوم شركة المياه الوطنية هي الخصم والحكم ولذلك الحمد لله الآن صدور نظام المياه ويعطى وزارة البيئة والمياه والزراعة مهمة التنظيم واللي راح يباشر مهامة في 10 أكتوبر هذه ستسهل من عملنا وستصبح عام الفاصل بيننا وبين المستفيد أيضا احنا أمامنا تحدي ونعمل عليه بشكل يومي هو أن نرفع كفاءتنا التشغيلية سواء في الإمداد سواء كان في إدارة الشبكة سواء كان في المعالجة والحمد لله يعني كنا وصلنا إلى 19.5 في الأحياء المخدومة بالشبكة يعني لسنا ببعيدين إن شاء الله عن أن نوصل 24 ساعة يبقى عندنا التحدي الأحياء الغير مخدومة في الشبكة اللي تحتاج لها إلى مشاريع رأس مالية وهذا اللي تحدثت عنه أن نحن نحتاج إلى استثمارات وهذا حدد يعني من قبل الرؤية بحلول 20 20-30 احنا اللي اللي نؤكده أن تجربة العميل معنا ستتحسن يوم عن يوم سواء في 20-21 أو 20-22 أو 20-23 إلى 20-25 وإلى أن نصل إلى 20-30 بحيث تصبح فعلا العميل الراضي عن أداء شركة المياه الوطنية لكن أنا أود أني أقول يا أخوي عمر أنه نحن اليوم المياه سلعة غالية جدا وأنا اللي أطلبه من جميع المواطنين حقيقة والمقيمين وأنا في نهاية المطاف مواطن أنه يساهمون معنا في الحفاظ على هذه المياه من خلال معالجة التصربات وتركيب الأدوات المرشدة وأيضا ترصيخ ثقافة الترشيد في أسر نحتاج منهم أنهم يعجلوا بتحديث بياناتهم والمصارع أيضا في سداد المستحقات اللي عليهم لأنه هذه بتساعدنا أن نحن نقدم خدماتنا لناس آخرين يعني اليوم أنا عندي عملاء لهم من شهرين وثلاثة أشهر ما أنا قادر أوصل لهم يعني شبكات يعني توصيلة ما وصرف لأني أنا أنتظر اللي هو هي السداد بحيث أني أنا أوصل الخدمات فلازم كلنا نعمل جميعا أحساس نصل لهذا الهدف ومتى أقدر أنا أفتح جوالي وشوف يعني واحد هنا كان يسأل متى أقدر أشوف فاتورة موحدة أو مثبتة زي شغل كهرب أيام هما يثبتون لك فاتورة موحدة طول السنة أو أتحكم باستهلاكي أو أعرف اليوم أنا كم أستهلك الآن في هاللحظة بدلاً ما أستنى مفاجأة تهاية الشهر تستطيع تستطيع الآن كيف؟ تستطيع تدخل على موقع الشركة برقم حسابك وتشوف نمط استهلاكك من بداية السنة إلى تاريخ إلى تاريخ آخر فاتورة فهي باليوم؟ بالشهر بالشهر الآن إحنا عندنا أخوي عمر زي ما ذكرت لك إحنا الآن بنين البنية الرقمية عندنا خدمة رح تطلق قريباً خدمة اللي هو الرسائل التنبيهية تجيك رسالة إذا زاد استهلاكك عن المتوسط الطبيعي اللي حدد لك فهذه إن شاء الله ستطلق قريباً لجميع العملاء هذه ممتازة هذه مهمة متى هذه؟ هذه ستطلق يعني نتوقع بداية يناير عشرين واحد وعشرين إنها تطلق لجميع أقدر أن نحط لحد ائتماني بالضبط فمعد تتفاجئ بالضبط تستطيع أن تدخل عن النظام وتضع الحد الائتماني حقك إذا زدت عن الحد الائتماني تجيك رسالة تنبيهية إنه ترى زاد استهلاكك خمسين في المئة لأنه حددنا الرسالة التنبيهية خمسين في المئة عن متوسط الاستهلاك فإذا أنت وضعت تقول والله أنا أبي متر مكعف اليوم إذا وصلت إلى متر وستة وخمسين مباشرة توصلك رسالة تنبيهي هذه حتكون مع عشرين واحد وعشرين تمارس تقديم خدماتك وتعاملاتك مع شركة المياه عن طريق تطبيق جوال بإذن الله في يناير عشرين واحد وعشرين تستطيع عمل ذلك سيكون هناك تطبيق خاص بشركة المياه الوطنية وتقدر ثبت سعر فاتورتك وتقدر ثبت سعر فاتورتك وإذا زاد الاستهلاك تجيك رسالة بشي لا أقصد زي شكل كهرب ثبتين سعر سداد إحنا حقيقة إلى المرحلة هذه نرى أنه يجب أن نعتمد على القراءات الفعلية إلى أن نصل إلى مستوى من النضوج الكافي أنه التصربات هذه انتهت بشكل كبير تحديث البيانات انتهت بشكل كبير تراكم المديونيات انتهت بشكل كبير هذا كل الوقت نستطيع أن نحن نتدرج ونعتمد على الفاتورة الثابتة أو الفاتورة المتوسطة بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم براكان في رحلة التحول من إدارة سخط العميل إلى إدارة رضا العميل بإذن الله تعالى الله يسلمك وأنا حقيقة سعيد أخوي عمر بهذا اللقاء وأتمنى أنه وضحت قدر ما أستطيع من معلومات بإذن الله ونسأل الله التوفيق لنا ولك ولي المشاهدين الكرام جميعا نعم شكرا براكان